اشتركوا في القناة دكتور عدنان أهلاً وسهلاً بك في حلقة جديدة من برنامج ليطمئن قلبي حياك الله صلى الله عليه وسلم طيب لتطمئن قلوبنا جميعاً هل للثن، للموسيقى، للرسم، للنحط مكان في هذا البرنامج؟ أكيد، إذا كان له مكان في الحياة فلا بد أن يكون له مكان في هذا البرنامج طيب، هل الفن خصم للإسلام، خصم للدين كما يعني يطرح البعض أم أنه في جانب من الجوانب منسجب مع الدين والشريعة؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا اللهم افتع علينا بالحق وأنت خير الفاتحين أخي سعود، الفن عند دارسيه وعند من وقفوا حياتهم على فلسفته ومغازيه العميقة هو ابن الدين، تاريخياً حتى في التاريخ الفن هو ابن الدين في أحضان الدين نشأ ابن الدين الإسلامي لا لا لا، الدين الدين، الدين كدين الدين هو بحث دائماً عن الله تبارك وتعالى محاولة للاتصال بالمجهول ففي أحضان الدين ولد الفن بلا شك إلى اليوم طبعاً بعد هذه المسيرة التي لا يعلم مداها في الحقيقة والواقع إلا الله تبارك وتعالى يبقى الفن في جوهره ابن الدين لمن يفقه ولمن يدرك فلسفة الفن عمق الفن الفن في جوهره لو أردنا أن نكثفه بجملة واحدة أو بكلمة لقولنا إنه محاولة الموراء دائماً التطلع إلى الموراء باستمرار لماذا؟ منذ البداية الأولى كما قلت حيث كان الفن يعني ابن الدين أو ربيب الدين الإنسان نفسه أخي سعود ينتمي في جزئه الجوهري والمهم وهو الروح إلى عالم آخر إلى عالم الموراء ونفخت فيه من روحي وكما يقال دائماً نحن غرباء في هذا الوجود في غربة حقيقية مش غربة ماركيس أو غربة هيجل لا لا في حالة اغتراب حقيقية يشعر بها كل إنسان أحياناً هذه الغربة تتعبه وتأوده وتطحنه وهو لا يعرف سرها لا يعرف سر هذه المعاناة التي تأوده وتتعبه إنها الغربة في هذا العالم الروح الإنسانية تتوق إلى مهدها الأول تتوق إلى منشائها إلى منزلها الأول بلغة ابن القيم الفنجة خلافاً للعلم خلافاً للفلسفة خلافاً لكل المقاربات الحسية للعالم لكي يكون الأكثر وفاءاً للروح الإنسانية ليشتغل بما يمكن أن يهدئ وأن يشبع أشواق هذه الروح كما قلت جاء لكي يكون تعاطياً مع أو محاولةً للما وراء حين تسمع نغم جميلة صوتاً جميلاً تعتريك أو تستبدك أو تتلبسك إحساسات أو مشاعر في كل الأحيان لا يمكن التعبير عنها بشكل دقيق وأنت لا تعرف ما السر حين تسمع بيتاً من الشعر يغنى أو حتى ينشد وهذا الشعر يعتمد فيه جوهرية على المجاز تتأثر جداً ولا تعرف لماذا المجاز نفسه هو طبعاً قضية فنية بلا شك والفن كله مجاز المجاز يؤثر فينا أخي سعود لأنه طبعاً اسم على مسمى محاولة للجواز محاولة لتخطي هذا العالم إلى الموراء لذلك نشعر أمام التعبير المجازية أيضاً بخشوع بتأثر عجيب غير التعبير المباشرة التعبير المباشرة دائماً تعبير فطيرة تعبير غير ناضجة تعبير أقرب من الحس كما نتعاطى مع أيها العالم حسياً أنت الآن حين تنظر إلي أو تنظر إلي شخص الذي يهمك أكثر ليس هو ظاهري تريد أن تجوز الظاهر إلى الباطن وتريد وتشعر أن لديك القدرة على فكرة ولديك القدرة فعلاً تشعر أن لديك القدرة على أن تشعر بهذا الشيء أنا أستطيع أن أشعر بحقيقة هذا الذي أمامي عبر قوة غير مدركة في نفسي ما هي؟ الروح الأرواح جنود مجندة هناك اختراح للعالم والصوفي الجليل عبد الغني النابولس رحمة الله عليه الشامي يرى أننا نهتز ونطرب ونخشى أمام الأصوات الصيطة الجميلة لأنها تذكرنا في لاشعورنا الروحي بالوطن العصر ب كلمة الله تبارك وتعالى حين خطبنا ونحن في عالم الذر ألست بربكم؟ قالوا بلى من تلك المخاطبة من ذلك المقام الشريف الصمداني العلوي ضللنا كبشر باستمرار نخشى أمام الصوت الجميل هذا هو السر هذا هو سر تأثرنا بالنغم باللحن بالجمال وكما قلت سر تأثرنا بالمجاز أننا نحاول دائما أن نتعاطى مع المجهول أن نقترب من المجهول إلى ما وراء الأفق لماذا يؤثر فينا الأفق؟ البعيد ونحاول دائما أيضا بالروح أن نستشرف أو نستطلع ما وراء الأفق ما وراء ذلك الجبل البعيد جدا ونشكر أيضا بخشوع هو هذا تطلع الروح دائما إلى الما وراء من الذي يفي بهذه المهمة؟ من الذي يقوم بها؟ أو ما الذي يقوم بها؟ الفن ليس العلم العلم يتعاطى مع الطبيعة العالم الحسي تخيل الحس نفسه يتعاطى مع المباشر المعطى الناجز الفن لا يتعاطى دائما مع الما وراء لذلك جورج برنورتشو الأديب والمسرح الإيرلندي العظيم ماذا يقول كلمة جميلة يقول حين تستعمل المرأة أنت ترى وجهك وحين تستعمل الفن أنت ترى روحك الروح هي التي تحاول هذا لذلك لاحظ الفلسوف المسلم الكبير علي عزة بيكوفيتش رحمة الله علي رحمة واسعة أن الفن الحقيقي الإبداعي ليس التقليدي ليس الاستهلاكي ليس الصناعي فن الحقيقي الإبداعي بما هو فن يقل جدا بين الملاحدة على فكرة الملاحدة قد تجد في العلماء ملاحدة كثيرين وملاحدة قليلين دائما بين الفنانين الفنان قد يسكر نتحدث عن الفن معناه الواسع قد يفعل أشياء غير لائقة لكن في النهاية من الصعب أن تجد فنان حقيقيا ملحدا قلّة قلّة في الفنانين ملاحدة أكثر الفنانين يؤمنون بشيء ما وراء لأنه هذه طبيعة الفن ولذلك لا يمكن أن يقال ونبني على هذا الأساس أن الفن خصم للدين بداية مغلوطة تماما أكثر صديق للدين هو الفن أكثر من العلم وأكثر ما الفكر طيب ليطمئنك قلبي هل هناك في السيرة النبوية الشريفة ما يؤكد كلامك دكتور يعني أنه فيه هناك علاقة وارتباط ما بين الفن والدين ليس في السيرة فقط لنبدأ في كتاب الله تبارك وتعالى القرآن طافح غاص ما الآن بالآيات التي يمكن أن تقرأ قراءة فنية كم مرة تحدث القرآن عن الجمال ولفت أي الجمال وطبعا هذا موضوع أساسي وأصيل للفن الجمال الجمال في صورة الجمال في نغمة الجمال في فكرة الجمال في تعبير أذكر مرة أن الإمام الشياطبي رحمة الله عليه تحدث عنه حلقة المقاصد ذكر في الموافقات أن أحدهم سأل أحد علماء المسلمين ويبدو أن هذا العالم كان هذا حس فني جميل سأله عن قوله تبارك وتعالى إن هذاني لساحراني طبعا هذه قراءة الجماعي يعني قراءة معظم القراء إن هذاني قرأ ابن كثير وحفص عن عاصم إن هذاني بالتخفيف وبغض النظر المشكلة نحويا قائمة مش هنشهد طبعا المشاهدين بالنحو لكن ليش إن هذاني مفروض إن هذاني لساحران لكن إن هذاني لساحران فقال المسؤول رحمة الله عليه وهو عالم جليل قال لما لم يؤثر القول في المقول لم يعمل العامل في المعمول قال ما علاقة ما قال إيه ملأ فرعون بهذه الحقيقة قال أسكت أنا أعطيتك أعطيتك زهرة أو وردة قال أو نوارة وأنت فرقتها تخيل حس جمالي يعني حين أتكلم شعر شعر بدني طبعا فعلا الجواب هذا فيه كان إيه حس جمالي غير طبيعي حس في الفهم وحس أيضا في التحبير حتى حين يعني أجاب عن هذا المنتقد أجاب أيضا بجمالية عالية فالجمال صورة الجمال صوتا الجمال معنا الجمال فكرة الجمال كله في القوان الكيمير له اعتبار عالي جدا نبدأ بالآية التي تقول الذي أحسن كل شيء خلقه الحسن هو الجمال طبعا قرآن يقول لك انتبه كل شيء في الخلق أنت تترى فيه جانبا إيه جماليا استتكيا الله يقولها وهذا من الأدلة على الله العجيب الله يقول لك تستطيع أن تستدل علي ليس بالبراهين الفلسفية فقط أو البراهين المادية أو العلمية بالبراهين الجمالية إذن الفن طريق إلى الله الجمال طريق إلى الله لذلك الذي ينضب فيه الوعي والحس أو الحاسة أو الذائق الفنية من الصعب أن يكون مؤمنا حقيقيا صعب جدا طيب يمكن خلنا نتوقف عند آية يعني دكتور نعم يعني أهل الأبل يعني اللي يربون الأبل دائما يعني يذكرون الآية الكريمة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت يتحدثون عن متعة تستمر بالساعات وهم ينظرون إلى إبلهم وكيف يتعاملون معها يعني كأنه فعلا فيه إحساس جمالي هنا يعني ينظرون إلى الإبل وكأنها غزال شارد وليست بهذه المواصفات صحيح القرآن الكريم يقول والأنعامة خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال لأنعام طبعا تأكل في الإبل والبقر والغنام والمحز ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسترعون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكنوا بالغيه إلا بشق الأنفسك ويقول والخير والبغال بعدها والخير والبغال والحمير اللي تركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون طبعا هذا البدوي هذا العرابي صاحب الإبل بلا شك عنده ذائق جمالية وفي مكانها وتشتغل والحمد لله أنها تشتغل المشكلة حين لا تشتغل ليس فقط في الإبل عاد أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها منفروج ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وزينة الكواكب يأت كثير عن تزين السماء النبي عليه السلام حين كان يدعو في الاستسقاء يقول اللهم أخرج وأنزل علينا لأرضنا زينتها إنا جعلنا مع الأرض زينة لها ولم صحيح حتى إذا أخذت الأرض زخرفها يصور الأرض كأنها عروس الآن تختال في ثياب العرس أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج العبادي والطيبات من الرزق شوف أخي سعود شيء عجيب يا بني آدم خذوا زينتكم قد يأتي إنسان يعني لم ينتبه إلى عمق الآية وقول لك لماذا قال يا بني آدم من الذي يصلي من الذي يختلف إلى المساجد المؤمنون المسلمون المسلمون فكان الأحرم أن يقول يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم لا هذا قرآن قال يا بني آدم لماذا؟ لأن الحاسة الجمالية لا يمكن أن تكون حصرا أو قصرا على المؤمنين هي حاسة فطرية حاسة إنسانية الطفل على فكرة كائن جمالي كبير الطفل يعني أتمنى أن الله تبارك وتعالى يعيد إلينا أنا شخصي أحكي عن نفسي والله أتمنى أن يعيد إلينا بعض ما سرقه مننا التعليم والثقافة والبلادة التي نمطنا فيها وقلبنا فيها مما كان لدينا من الحاسة الجمالية في الصغر ننظر كنا إلى الورود إلى الأزهار إلى القمر والقمر حين يكتمل نظر ليستحيل أنا أعلم أنني سأغادر هذه الحياة ولا أستطيع أن أكتب وأن أعبر عما كنت أشعر به لا يزال بقية كبيرة من هذا الشعور لكن حين كنت صغيرا وهل يذكرون وليس بقول بابلو بكاسو بكاسو يقول تقريبا استغرقني الأمر عمري كله حتى أرسم كطفل استغرقني الأمر عمري كله حتى أرسم كطفل لماذا؟ لأن الرسم فن والفن لا يتعلم الفن موجود في الروح كما قلت الفن هو الروح حين تتجلى حرة من قيود الثقافة من قيود المجتمع من قيود القيود القواعد الفن الحقيقي ما عنده قواعد قدرة يعني هو يولانية كما يقال ليست غامضة هي تعرف سبيلها وتعرف طريقها فالطفل كائن جمالي لا شك والبدوي والإسان البسيط هذا كائن جمالي البدائي مذكاة البشرية كان الفن لماذا؟ لأنه مذكاة البشرية كان الدين كان التوحيد البحث عن الله على كل حال الفلاسفة الروحيون والفلاسفة أصحاب التجربة مثل رينيه جنور رحمة الله عليه هذا أسلام وتوحد وتألة وتسمى بعبد الواحد يحيى هو يرى أن الأعصار القديمة والقديمة جدا هي مجد الإنسان عظمة الإنسان إنحطاط الإنسان هي هذه الأعصار التي نحن فيها طبعا نحن تقدمون ماديا نطحات سحاب وسفن تبلغ القمر وجوزة المريخ موجود قنابل ذرية وغواصات لكن فقر أخي سعود الروحي وفقر جمالي وفقر إنساني غير مسبوع لا حدود لها لا حدود لها دكتور تسمحنا نتوقف مع فاصل أول في هذه الحلقة وبعدها إن شاء الله نرجع نكمل محاور هذه الحلقة مشاهدين الكرام فاصل قصير وبعدها مباشرة نعود لمواصل